طيب زي ما قلنا احنا بدأنا بمية صح وإيه اللي جاي يعني مفروض دلوقتي مفروض السعيد لا احنا ان شاء الله نوينا على خمس تلاف خمس تلاف خمس تلاف على نهاية السنة العملية بتاعتنا اللي هي أول يوليو أول يوليو ان شاء الله احنا كمفروض ان هو يبقى زيد بس عشان احيانا الدنيا بتبقى فيها شوية شد احنا ان شاء الله على اول يوليو هيبقى خمس تلاف وحاليا ابتدينا ان احنا نطبق ده في السعيد وابتدينا نطبق دوت في بعض مدد انتلتا زي الشرقية مثلا هيا حلو قوي ولقيتوا استجابة زي ما احنا قلنا ولاقيتوا تعاون هيا احنا عندنا استجابات اكتر كمان بدنا ما نقدر نلبي دي حاجة تفرح على فكرة جدا 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 وما بتشوفوا جميع الفئاتنا ما بتبدي تشتاغل على الكمبيوتر وبتبتدي تنمي من نفسها في نمازج نجاح رائع في ولاد من مثلا مدارس الزراعية حتاك عارف المدارسة الزراعية المدارس الفنية عموما في مصر يبقى عملي اكتر من نظري يعني ما فيش اصلا نظري كتير هو مش عظري خالص طيب خلال ما نبصيش كده لكن الفكرة انك انت بتشوف الولاد قد ايه مقبلين على الموضوع ايوا تبقى حاجة رائعة طيب طيب الفكرة بس هنكتب الحاجات زي على شاشة ولا مش هنكتبها ولا ايه ساز احمد مش هنكتبها طيب طيب احنا عندنا بس مشكلة تقنية نحنش عارف نكتبها على الشاشة ولكن ممكن نخش على الويب سايت microsoft.com ممكن حضرتك تبعت تبعت لنا ايميل ده اسهل حاجة ايجيبت csr at microsoft.com حال معلش سيدة مشاهدين المهتمين بها زي الموضوع او اي حد من الشباب المهتمين بها زي الموضوع احنا كبا فوضي اكتب الحاجات دي على شاشة احنا اسفين ايجيبت csr at microsoft.com at microsoft.com نبعت ايميل نقول يا جماعة احنا اي حاجة والتليفون والتليفون 393 سوري 3593 خلاص يبن الكفاية خلاص يبن الكفاية واحنا موجودين على الجروب على التويتر كمان وعلى اليوتيوب هنكتب هنحاول ان شاء الله لما ننزل الانترويو على اليوتيوب نكتب تحتيه كل اللينكس وكمان على التويتر اكاونت بتاعنا نهارك سعيد على تويتر وايضا على فيسبوك هنكتب الحاجات دي كلها احنا كنفوت اكتب على الشاشة بس يعني حصل خير احنا بنحييكوا على هذه التجربة الاستاذة غادة خليفة مديرة مشاريع المسئولية لا هقولك المسئولية الاجتماعية صح مضبوط احنا كان كسا تايتل بمايكروسوفت مصر بنشكرك شكرا جزيلا ونحيييكوا على تجربة جت اونلاين ايجبت مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع تاني خليكم معنا شكرا جزيلا